السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان اليوم وصلنا اليوم التاسع والعشرون من رمضان المبارك اللي كانت منه أنكم تكونوا دوسوا باخر وعلى خير والصحة والهناء ودخول عليكم هذا العواشر ديال العيد بالخير والتيسير إن شاء الله زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كان قدم إذن كما عودتكم يوميا طيلة أيام شهر رمضان المبارك أنا ليكن دار لكم فيديو كل يوم فهذلا فيديو إن شاء الله غضي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب التاسع والعشرون من سورة الإسراء من القرآن الكريم تبعوا معي ومرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معنوه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعدنا عليكم عبادا لنا أوليباس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن حسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن تم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرت ياتدنا لهم ذابا ليما استقلوا العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم كانت هذه قراءتي للثمن الأول من الحزب التاسع والعشرون من صورة الإسراء من القرآن الكريم كنتمنى أن القراءة تكون استحسنت المسامع لكم تدعموا القناة باشتراك وتفعيل زر الجرس باشيبقوا وصلكم جميع الفيديو هاتي كنقدم عيد مبارك سعيد إن شاء الله إليك اللايد غدا يعني غدي تكون هذه هي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة اللي درس معكم فهذا رمضان سلسلة رمضان يفتح قلبك للقرآن الكريم إليك اللايد إن شاء الله يوم التلتاء غدي تكون حلقة أخرى إن شاء الله غدا ترقبوها عواش رمبروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته